تبدل مصر جهوداً كبيرة بشأن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وفي كل المحافل الدولية بالنظر لكونها القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وامتداداً لهذا الدور التاريخية عملت مصر على فتح معبر رفح البارية من جانبها بشكل مستمر منذ أحداث السابع من أكتوبر بهدف إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوازيه اهتمام بأي قضية إقليمية أخرى وثوابت أخرى في سياسة القاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فطنت مصر للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع على الأرض بالمخالفة لما أقرته المرجعيات الدولية ذات الصلة فأكدت مصر في عدة مناسبات أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة والتي تهدد بتوسع نطاق الصراع يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما شددت مصر كذلك على أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل واستمرارا لموقف مصر الصادق تمسكت القاهرة بثوابتها الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من هذا الموقف ومنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع ومع استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل حال ذلك دون إدخال المساعدات لكن وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع الذي تتضمن حدوده خمسة معابر أخرى عملت إسرائيل على إغلاقها بشكل شبه تام مصر التي تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها في سبيل تنصيق عملية إدخال المساعدات من جهة وفي جهود الوساطة السياسية قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب مصر التي لا تسعى لأي مآرب خاصة من دفاعها القوية عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هي من قدم الثمانين بالمئة من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بما يؤكد فشل أي محاولات لإحراجها بغير حق ودون مصداقية أو أدنى قدر من الموضوعية